نور من صيد نايا الضيعة الغافية على كتف القلمون شاهد على معالم التاريخ ووحدة الإيمان في سوريا موطن الحضارة الإنسانية الأولى اليوم ترتفع الصلوات وتقرأ أجراس الكنائس احتفالا بعيد تجل الرب يسوع المسيح على جبل ثابورة والحديث بشكل موسع عن معاني العيد اليوم بصرنا نرحب بصباحنا غير بالإشمندريت رئيس ديري القديس جاورشيوس ودير الشرابيم الإشمندريت يوحانا تلي كل عام وانت بخير نحن ضيوفكم ولكن نرحب بصباحنا غير شكرا كثير وانتوا بقالب خير والوطن العذبي كله بقالب خير يسعد صباحك أبونا بالبداية خلينا نحكي أهمية منطقة سيدنايا خلينا نحكي عن البعد التاريخي والديني لها المنطقة سيدنايا عريقة وما معروف البدء تبعها إنما بعض الأبحاث بتعيد من خلال شواهد وقصص إذا اعتبرنا أن الحجارة تتكلّم فلغة الحجارة تدل على أن لها وجود من العصر الحجري إنما الأهمية هي ما قبل الميلاد ببضع مئات السنين كانت بلدة أو مكان اللغة التي تحكى كانت الآرامية وفي دلائل بتدل على أنه في وجود بشري من خلال بعض المعابد الوثنية والقلاع ليش ليكون في ألعى للحماية وما يكون في ناس ليش ليكون في معبد وما يكون إذن في دلائل غير مثبته إنما بيشوفها الإنسان بعيون عقله ولكن البدء الحقيقي لسيدنايا يلي لها وجود الآن من خلال الماضي العريق هي المتمثلة بمسيحيتها لما كان أمبراطور الدولة الرومانية الحديثة اللي هي البيزنطية نعم أراد أن يهتم ببلدة سيدنايا فحدث له عجوبة وتم بناء دير السيدة وبالتالي عدد كبير من الأديار والكنائس تزيد على الأربعين كنيسة وعلى العشر الأديار واستمر الوجود المسيحي من عدد قليل بآلاف قليلة إلى حيث هي اليوم تنوف على 25 ألف نسمي نعم فالصيدنايا ابتدأت بأراميتها وانتقلت إلى لغتين اللغة اليونانية التي أتت مع الدولة البيزنطية لتكون اللغة الرسمية والعلمية والثقافية وبأية اللغة الآرمية هي لغة الريف والقرى والشعب هذا بصورة عامة الوضع الصيدناوي الذي نحن في رحابه اليوم يعني نور يمكن اليوم الأب حكرنا يمكن تفاصيل هيك دقيقة خلينا نقول ورجعنا بالزمن الوراء للتاريخ يمكن من كلمة يونانية أبونا ممكن يكون اليوم عيد التجلي والتجلي يعني التغيير والتحول فينا نحكي اليوم عن معنى عيد التجلي نعم التجلي هو عيد مسيحي بامتياز نعم وهذا العيد حدث فيه أن السيد المسيح أراد أن يعطي درس من خلال واقع شكله الحياتي طغير واختار أن يكون قبل الصلب قبل الصليب بأربعين يوم فمرتبط هذا العيد بعيد الصليب الذي سيأتي في أيروت بعد بضعة أسابيع فالحدث الذي جرى أن يسوع المسيح استحضر شخصيتين من العهد القديم بمثله النموس والشريعة وشخصيتين وثلاث أشخاص من تلميذه كانوا حاضرين فالوضع هو بدنا نعتبر حالنا مدرسة نعم وأن يسوع بتغيره بتحوله أراد أن يعطينا أن التغير ليس هو بالشكل الخارجي إنما هو تغير داخلي على الإنسان إذا أراد حقا أن يتغير فيجب عليه أن يتغير من عقله وروحه وفكره وذهنه وكيانه بكامله على هذه الصورة نفهم ماذا أراد يسوع أن يلقننا درس في التغير فأتى تلميذه أو أحد دعاته بولوس الرسول وأعطانا مختصر لكل شيء وقال تغيروا عن شاكلتكم فالمسيحية تقوم على هذا المبدأ على هذا المنطلق أن يرضى الإنسان بالتغير وبدون التغير لن يصل إلى السيد المسيح وسيد المسيح هو الحضرة أو المكان الذي نعيشه معه من خلال تغيرنا وبدون تغيرنا لن نصل إليه صحيح أبونا خلينا نحكي عن أهمية عيد التجلي اليوم في مسيرة الإيمان المسيحي اليوم يعني عم نتمسك بالشكل الخارجي أكتر ما عم نتمسك بالشكل الداخلي الاحتفالات نعم فانتقل من نمط في الحياة إلى بعد اجتماعي البعد الاجتماعي دائما بيبقى في مظاهر برداقة نعم فعلى رأس هذه المظاهر هي الألعاب النارية واليوم للأسف وبعد الحرب الطاحنة اللي أنهكت سوريا ولا تزالت نهكا نعم بعض الناس بالغوا بالتعبير عن أسلوب أو طريق البهجة بأطلاق الأعيار النارية صحيح يحكي نعم الرسالة هي أنه نحن نتغير من جواتنا وليس من التغير الخارجي لأنه هو زائل بالنهاية خلينا نحكي أيضا عن معاني في معاني معينة يمكن بيرمز لألها يمكن هلأ كثير من الأشخاص حكيت عنهم الأبونا أنه هنا نعم يحتفلوا بس لمجرد الاحتفال دون التعمق في معاني أو دون التعمق في الإنجيل وليش نحن اليوم منميزه عن باقي الأيام وليش اليوم هو نقطة تحول مثل ما كان فيه نقطة تحول روحي كمان نقطة تحول نحن بحياتنا الروحية في ظل الآلامي اللي عم نعيشه نعم الشيء الأساس يلي علينا أن نربط دائما معاني عطاءات السيد المسيح إلنا هي أنه نقدر ننقل نمط حياتنا إلى التعليم الآتي من السيد المسيح فهذا الربط بأنه نحن نقدم للمسيح ما نحيا وما نعيش وهو يعطينا الجواب لطريقة الحياة التي من خلالها نعرف كيف نحيا ونعيش هذا هو الذي تم بطريقة التبدل والتغيير وكأنه عم بيقلنا طول ما أنتوا بأيانين بهذه الشكل ما رح تقروا تنالوا مني أي فائدة نعم أنتوا بتكن ترموا هالأساليب الشكلية المعاشة وتتبنوا من الداخل لتشكلوا نظام خارجي لحياتكم نعم هذا هو النداء هذا هو الأساس يلي أراد يسوع بكل رسالته ومع كل حدث من أحداث رسالته يوجد نقطة أساسية فالنقطة التي نجدها في موضوع التجلي هي نقطة أن يكون الإنسان ليس على ما هو عليه بل أن يتحول إلى ما يجب أن يصير عليه هذه النقطة هي التي يجب أن تكون الدافع لاحتفالنا بهذا الأمر نعم يمكن هذا الإيمان أبونا والروحانية هي الرسالة لماذا زال أهالينا محافظين عليها اليوم يمكن مرنا بزروف قاسية وصعبة مرت على سوريا عفوا سنوات حرب لكن هيدا الإيمان هو يمكن سلاحنا اليوم للاستمرار والصمود والعيش المشترك اللي عم نعيشه مدينة صيدنايا تعرضت لأبشع الأعمال الإرهابية لكن أهلها ورجال الدين تموا عم يحافظوا عليها لا هاي الرسالة الأساسية قدش فينا فعلاً نحنا قيم روحانية عم نحافظ عليها ونحنا اليوم موجودين اليوم الصلوات ترفع في مدينة صيدنايا اليوم القضاديس الكل عم يسمعها هاي رسالة السلام رسالة سوريا للعالم أجمع نعم كتير نسردت من إدخال موضوع الإيمان لنمط الأحداث التي تجري بدون الإيمان ما فينا نستوعب ماذا يريد المسيح صحيح الإيمان هو الأساس والمنطلق وهو جوهر القضية نعم فإذا كنا حاملين هالإيمان نعرف حالنا أنه نحنا طلاب وبدنا ننجح بالامتحان وإذا ما حاملين هالإيمان بدنا نعرف أنه ننفوت ونقدم الورقة بيضة ونطلع على هذه الصورة نكتشف بأنه علينا أن نتسلح بالإيمان بالله بمنطلق كل علاقة ولكل حدث ولكل مناسبة حينئذ نستطيع أن نصل إلى ما يريد المسيح مننا فيصبح التغيير هنا الذي هو موضوع التجلي موضوع سهل وبسيط أما بدون الإيمان ما منستوعب ماذا يريد وماذا يقول صحيح يعني اليوم نحن مسرورين بهذا المقام بدير مع رجل يوز وخاصة كمان سررنا بالحديث معك ووضحت لنا اليوم أسمى المعاني ليعيد الرب يعيد التجلي يعيد تجلي الرب وهذا التحول الروحي اللي لازم نحن كلنا نمشي على خطاة ونتغير روحيا بحاجة نحن لكسر بيقولوا كسروا روتين أيضا نحن نكسر الروتين من جواتنا فنتحرر من بره شكرا لك كثير الإشمندريت رئيس ديري الشيروبين ودير معجوريوس الأب يوحنا التلي شكرا شكرا ممكن ضيب خاتم الغير فضل فضل هذا التغير المرتبط بالحياة الروحية ليس فقط من أجل الحياة بل أيضا لكل نواحي حياة نعم ونحن مثل ما تفضلتي وقلتي أنه نحن طالعين من محنة يلا صحيح فمطلوب مننا من أجل أن نعيش بعدنا الوطني بعضنا مع بعض صحيح أن نتكاتف ونترابط هذا بحل محل الإيمان هذا الإيمان الحقيقي صحيح هذا الإيمان الحقيقي صحيح يلي به نستطيع أن نغير بلدنا لكي لا تنكسر في أي محنة من المحل القادمي ونظل وقفين على رجلنا بل ومتقدمين ونتقدم نحو انتصارات لا تعد ولا تحصى شكرا لك أبونا مع الكلمات الجميلة والرسالة الحقيقية بيكون لقاءنا خلص نتمنى لك حياة سعيدة والإيمان كما قلنا هو مصدر أساسا السعادة بحياتنا اليوم شكرا كثير إليك شكرا شكرا